وفي وسط الأحداث اللي شهادتها دولة الإمارات في لفتة إنسانية أشاد بيها الجميع بطل الوقع دي هو المواطن المصري حازم سويد رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة والمقيم بدولة إمارات واللي قام بعمل بطولي وشهم وساعد في إنقاذ عهلة كاملة من الغرق زي ما احنا شايفين في الفيديو دلوقتي يعني عمل بشغريب أبدا يا منا وستدى المشاهدين عن المصريين في كل مكان في الدنيا المركز الرئيسي للبنك في القاهرة كرم الأستاذ حازم على هذا المشهد وده مش غريب طبعا على شهامة وطبع المصريين زي ما احنا شايفين في الفيديو بيحاول أن ينقذ بالضبط عدد من أشقائنا وإخواتنا في دولة الإمارات رغم المخاطر يعني في الأوقات الصعبة دي أكيد كل واحد بخاف يعمل أي حركة ممكن التأثر عليه وممكن ما قدرش فعلا يساعد الغير لكن زي ما احنا شايفين لا هو مصمم أنه يساعد الغير بس أي حد كان حيبقاعد حيبقا عنده أكتر من رزق أو حيبقا عنده أكتر من حاجة يفكر فيها مية ومحطوطة وده شارع طيب لا يكون فيه كابل كهرباء ملمس في المية لو فيه أي حاجة فيه حاجات كتير لكن جدعانت المصريين وشامت المصريين هو تلاقيه فكر أنه اللي جوه السيارة فعلا ممكن يكون فيه أطفال ممكن يكون فيه حد غير قادر على العوم أعتقد أنها مش جملة مجازية لما بنقول ملوك الجدعانة ودي حاجة في طبعهم أدينا شايفين يعني الصورة خير دادي وزي ما انت قلت يا مننا ممكن فعلا يعني بقى فيه طفل أو أطفال جوه المكان دا وجوه العربية زي ما احنا شايفين ويقدر يساعدهم الحمد لله ربنا سلم والموجة عدت أو المنخفض الجوي اللي ضرب دولة الإمارات وسلطانة عمان اليومين اللي فاتوا الحمد لله يعني خلاص ما فيش أي تأثير والأحوال رجعت زي الأول وأفضل وأحسن ربنا سلم يا رب أهلنا في دولة الإمارات وفي كل دول الخليج ويسلمنا من التغيرات المفاجئة ومن التقلبات غير المحسوبة للتقس ففي تقلبات غير محسوبة إن شاء الله ربنا يسلمنا في كل مكان يا رب كل شكر للبطل المصري وربنا يحفظ الكل إن شاء الله في كل دولنا العربية